داعش يعلن هزيمته بتفجير جامع النوري وأخبار الآن توثق المشاهد الأخيرة للتفجير قوات سوريا الديمقراطية تضيق الخناق على داعش في الرقا والشيخ محمد بن زايد يؤكد من فاريس أن الوقت قد حان لاتخاذ موقف دولي حاسم في مواجهة الإرهاب أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من العراق وتحديدا من الموصل إذا فد مراسل أخبار الآن نقلا عن مصادر عسكرية في قوات مكافحة الإرهاب العراقية تأكيدها إقدام مسلحي داعش على تفجير جامع النور الكبير ومئذنته التاريخية الحدباء في الموصل معلنا بذلك نهاية خلافته المزعومة من حيث بدأ وروت المصادر العراقية لمراسلنا الدقائق الأخيرة قبل تفجير جامع النور الكبير مؤكدة أن قوات مكافحة الإرهاب كانت على مقربة من الجامع على مسافة لا تتجاوز خمسين مترا وكانت القوات العراقية أنهت استعدادها لاختحام الجامع الذي تحصن فيه مقاتل التنظيم قبل أن يفجروه إلى ذلك وثقت أخبار الآن المشاهد الأخيرة لجامع النور الكبير ومنارة الحدباء التاريخية قبل أن يقدم مسلح داعش على تفجيرهما في الموصل القديمة بساعات قليلة وكانت قوات مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية العراقية على بعد أمتار قليلة من أسوار الجامع قبل أن يفجره هذا التنظيم الإرهابي مرسلنا ميسا ميوسف والتفاصيل هذه كانت آخر المشاهد التي ظهرت فيها منارة الحدباء التاريخية الواقع ضمن جامع النور الكبير وسط الموصل القديمة حيث أقدم تنظيم داعش الإرهابي على تفجيرها بالإضافة إلى مبنى الجامع هذا الجامع الذي أعلن منه زعيم داعش أبو بكر البغدادي دولة خلافته المزعومة فجره التنظيم بعد أن تمكنت قوات مكافحة الإرهاب من الوصول إلى بعد أمتار قليلة منهم اليوم الرابع قطاعاتنا تتقدم داخل المدينة القديمة على المحور المخصص أن المحور وسطي ضمن قاطع المسئولية برتلها الرتل الشمالي والرتل الجنوبي الانتصارات التي حققناها تقريبا سيطرنا على نصف المسافة المخصصة أننا ضمن قاطع المسئولية قطاعاتي حاليا الرتل الجنوبي سيطر على منطقة الساعة ومنطقة الخزرج إن شاء الله الأخوان في المحاور الأخرى من الجيش والشرطة الأتحادية ما زالوا يتقدمون ضمن قاطع مسئوليتهم ونتوقع خلال أيام قليلة قادمة إن شاء الله سيتم تحرير المدينة القديمة بالكامل مقاتل داعش بعد أن أيقنوا من خسارتهم الموصل وعدم تمكنهم من الصمود في الموصل القديمة مع اقتحام القوات العراقية لمناطقها أعلنوا هزيمتهم بأنفسهم وهربوا من مواجهة القوات العراقية المتقدمة حيث تركوا أسلحتهم ومقراتهم ولا ذو بالفرار إلى عمق الموصل القديمة في منطقة الميدان قرب شارع الكورنيش المحاضي لنهر دجلة إن شاء الله تقدم مستمر معناوية عالية معناوية الجنود بالضباط إن شاء الله ما متبقى للقليل من المنطقة القديمة قطعات جزء من كافة المهاب كافة محاورها صايرة مستوى واحد إن شاء الله ومثل ما يشاهدون حانياها بدات مدينة قديمة قطعات للعمام مسافة تقريبا 500 متر هذا أحد الشوارع المؤدية إلى جامع النور الكبير هنا وضع مقاتل داعش العديد من العبوات الناسفة بشكل عشوائي لمنع تقدم القوات العراقية صوبهم وطردهم بعد أن تأكدوا تماما من أنهم أمام خيارين لا ثالث لهما فإما الاستسلام أو الموت تكبد فيما يخص محور قيادة العاملات الخاصة الثانية أكثر من 52 قتيل منهم الانتحاريين لم يستطع العدو الصمود أمام قطعاتنا وإن شاء الله في الأيام القديمة سيتم السيطرة على كامل المدينة القديمة نهاية داعش في الموصل وضعها مقاتلو التنظيم بأنفسهم قبل أن تتمل عملية تحريرها على الأرض من خلال إعلان فشلهم بالدفاع عن جامع النور الكبير ففجروه تاركين إياه يجرون أذيال الخيبة والنزام ومتخفين بين الأزقة الضيقة في منطقة الميدان وبين الأهالي أذى وعد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أن تدمير داعش لمنارة الحدباء وجامع النور بمنزلة إقرار رسمي بهزيمة التنظيم في البلاد وقالت مصادر عراقية إنما إذن تجامع النور الحدباء فخيخت تماما عند اقتراب القوات العراقية ووصولها إلى مسافة قريبة من الجامع يذكر أن جامع النور الكبير شهد الخطبة التي ألقاها زعيم داعش أبو بكر البغدادي وأعلن فيه قيام ما وصفها بدولة الخلافة المزعومة قبل ثلاث سنوات يكتنف الغموض مصير زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي بعد إعلان الجيش الروسي قتله على الأرجح في ضربة شنتها طائرة في الثامن والعشرين من شهر مايو آيار الماضي على اجتماع لقيادي تنظيم بالقرب من مدينة الرقة الشمالي سوريا ويقول مسؤولون إن البغدادي يختبئ في ألاف الكيلومترات المربع من الصحراء بين العراق وسوريا إلى التفاصيل من هنا وتحديدا من هذا المنبر بدى كل شيء صادما شخص غريب الملامح يلتحف رداء أسود كما مرافقيه يعتلي حشدا يلقي خطبة وينصب نفسه قائدا على ثلة مسلحين جاءوا من شتى أسقاع الأرض ليعلن قيام دولة كبرى زعم آنذاك أنها ستأتي على بر البلاد وبحرها حفل الخطاب بتعبيرات هوجاء لم تكن في حقيقتها سوى أكاذيب منمقة إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري أو ما يعرف بأبي بكر البغدادي ذهب بعيدا في نسج معالم الدولة المزعومة لأتباعه وأطلق وعودا سخية بتكرار مشهد احتلال مدينة الموصل على مدن أخرى أمام أعينهم مرات ومرات وأنها أي مدينة الموصل ما هي إلا أول الغيث صوب ما هو أشد قدما وأعظم هولا لكن المفاجأة وبعد ثلاث سنوات على ذاك الخطاب الشهير اختفت تلك الشعارات وأطحت ضربا من الخيال واختفى معها قائلها ثم اختفت لاحقا شعارات التباهي والتمجيد بالدولة المفترضة وأطحت مساعي البغدادي تقتصر حصرا ما بين كر وفر من مخبأ لآخر متغاضيا عن مصير الآلاف من أفراد التنظيم المتساقطين يوميا على أكثر من جبهة وهو ما ضحض رواية زعيم التنظيم وزمرته القيادية الذين أبدوا استعدادهم في القتال جنبا إلى جنب مع أفراد التنظيم أبو بكر البغدادي ذاك الزعيم الذي أراد ومقاتلوه عبور جميع الحدود يشتازها اليوم هاربا متخفيا لا متقدما تقارير استخباراتية عديدة أجمعت أنه يتخفى في مكان مجهول على الحدود العراقية السورية إذ أن تلك المناطق ذات كثافة سكانية منخفضة ويسهل فيها التعرف على الغرباء ما يوفر له بلاذا آمنا ويتنقل بين أكثر من مخبأ في سيارات مدنية أو شاحنات صغيرة كانت للمزارعين وهو يغير من شكله وملامحه باستمرار كي لا يتم التعرف عليه ويصاحبه فقط سائق وحرسان شخصيان وهنا يظهر جليا هاجس البغداد الأمني وتهاوي شعوره بالثقة بأولئك الذين يكتنفوه فالمكافأة التي رصدتها واشنطن للإدلاء بمعلومات عن زعيم التنظيم قد تغري أحد المرافقين ضمن الدائرة الصغيرة المحيطة به ترصد نهاية داعش في العراق وسوريا ضلالا من الترقب حول بآل زعيم أخطر تنظيم إرهابي في العالم وتفتح بابا من تكهنات لا تنتهي حول مصيره الذي تضاربت حوله الأنباء مؤخرا وأيا كان من ذلك فإن هزيمة داعش الوشيكة في مدينتي الرقة والموصل قسمت ظهر زعيم التنظيم وقلمت أضافره ولم يعد بإمكانه سوى الاكتفاء بالاختباء إنسانيا في العراق حضرت منظمة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة من أن خمسة ملايين طفل في العراق يحتاجون إلى مساعدة إنسانية ملحة وقالت المنظمة إن أطفال العراق خاصة أولئك الموجودون في مدينة الموصل عالقون في دوامة لا نهاية لها من العنف والفقرة وتظهر الأرقام التي نشرتها اليونسيف أن نصف المرضى الذين يعالجون في مراكز تعالج أثار الحرب غربي مدينة الموصل هم من الأطفال في سوريا سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على أراضي من الضفة الغربية لنهر الفرات وقالت في عملياتها لأحكام الحصار على داعش في مدينة الرقة وكانت قوات سوريا الديمقراطية بدأت هجوما قبل أسبوعين بدعم من التحالف الدولي لاستعادة الرقة التي احتلها داعش سنة 2014 اتل أربعة مدنيين في حصيلة أولية وأصيب أكثر من عشرين آخرين بجروح إثر انفجار دراجة نارية في حي الصليبة وسط مدينة إدلب وفق ما أفاد به مراسل أخبار الآن وتشهد مدينة إدلب في الأولية الأخيرة حالة من الفوضى والاحتقان الشعبي بعد عدة مواجهات مسلحة داخل المدينة قام ثوار مدينة إدلب بإزارة الشعارات التي كتبها أفراد هيئة تحرير الشام واستبدلوها بعبارات الثورة مستمرة وجاب عدد من أفراد هيئة تحرير الشام شوارع إدلب ونادوا بتطبيق الشرع على حد زعمهم حيث قاموا بأعمال تخريبية لدوار الساعة الذي تم بنائه منذ فترة قصيرة أعلنت غرفة عمليات البنيان المرصوص في درعا يوم الأربعاء عن قائمة جديدة لقتل قوات الأسد ممن لقوا مصرعهم في معارك مع كتائب الجيش الحر في مدينة درعا وأشرت الغرفة إلى أن 17 فردا لقوات الأسد قتلوا بينهم ضابط برتبة مقدم باشتباكات ومحاولات تقدم لقوات الأسد والميليشيات الإيرانية على حي المنشية في مدينة درعا أحييكم من جديد بيع السعوديون في قصر الصفة في مكة المكرمة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد حضر المراسم مراسم البيعة الأمراء والوزراء وشيوخ القبائل وممثلي المجتمع المحلي وشرع الحضور بتقديم البيعة ومصافحة ولي العهد السعودي وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر أوامر بإعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز من ولاية العهد واختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره في مهامه وزيرا للدفاع من جانبه هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي الأمير محمد بن سلمان باختياره وليا للعهد السعودي معربا عن رغبته في ترسيخ الشراكة بين بلديهما بحثت جانبان الأزمة مع قطر مع أولوية التأكيد على قطع كافة أشكال الدعم للإرهاب والتطرف كما تفق الطرفان على التعاون بشأن الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وخارجها إلى ذلك قال ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن سيد آلنهيان إن الوقت قد حان لاتخاذ موقف دولي حاسم في مواجهة القوى والجماعات الإرهابية وأكد بعد لقائه الرئيس الفرنسي في باريس أن الإمارات وفرنسا لديهما رؤى ومواقف متقاربة بشأن التحديات والأخطار التي تهدد أمن منطقة الخليج والشرق الأوسط والعالم وأضاف أن أي تردد في مواجهة خطر الإرهاب يعني الاستمرار في إراقة مزيد من الدماء وإشاعة أجواء الخوف في العالم في الشن اليمني وعلى الصعيد الإنساني قدم الهلال الأحمر الإماراتي عشر سيارات إسعاف دعما جديدا لمنظمة الصحة العالمية في اليمن ووفق بيان لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي فإن هذا الدعم يأتي كدفعة أولى إذ سيتم تسليم دفعة ثانية من عشر سيارات أخرى الشهر المقبل وذكر مصدر في منظمة الصحة العالمية أن السيارات سيتم توزيعها على عدد من محافظات اليمن بحسب الاحتياج ميدانيا سيطرت قوات الشرعية اليمنية على أجزاء واسعة من قرية الرحبة والعفيرة وبعض التلال والمرتفعات الأخرى في منطقة الكتحة جنوب غربي تعز وقال مصدر عسكري يمني أن قوات الشرعية خاضت معارك عنيفة مع المتمردين أسفرت عن قتل وجرح في صفوف الطرفين بعد تجربة كبيرة في محاربة الإرهاب وفلوله في الجزائر كانت التنظيمات الإرهابية على اختلاف تسمياتها لا تنعم بالهدوء والاستقرار والسبب هو حالة من الارتباك بين صفوفهم بعد قتل قادتهم وتبدأ معها رحلة الصراع على القيادة في التنظيم ما يخلق مشاكل جمع تصل إلى حد الاقتتال المجموعات الإرهابية لما تكونت في الجزائر في بداية التسعينات حتى الآن عشر أمراء وطنيين تم القضاء عليهم عن طرز وابري ومجموعته الدموي وزيتوني مستفى الزيتوني ومجمعته اللي كانوا مؤثرين دمويين يعني كانوا همجيين في إراقة الدماء يعني القتل الجماعي القتل الفردي تلغيم تلغيم مطار هوري بومدين تلغيم المجموعة الأمن الولائي للجزائر العاصمة تلغيم عدة ألغام اللي كانت بمثابة مجزرة ومع ذلك تم القضاء عليهم قضاء كاملا لم يبقى من هذا طبعا في خلال القضاء عليهم كانت الخلاف يوصل إلى حد الاقتتال ما بين الأمراء الدمويين من أجل خلافة الزيتوني من أجل خلافة عن طرز وابري من أجل خلافة الأمراء الكبار كأمير وطني كانت الدماء ترقم بيناتهم أعلنت رئاسة الفرنسية تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الحكومة إدوارد فليب تسلمت الموظفة رفيعة فلورانس بارلي وزارة القوات المسلحة بدلا عن سالفي كولار كما عينت نتالي لوزارو وزيرة لشؤون الأوروبية وتسلمت عضو المجلس الدستوري نيكول بلوبي وزارة العدل بينما احتفظ جان إيف لودريان بمنصب وزير الخارجية أحييكم من جديد مشاهدين كرام ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحفة العربية لهذا اليوم تجوالنا القصير مشاهدين بين الصحفة العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار الصحية والبداية من صحيفة الرياض السعودية التي نطالع منها جراحة خفض الوزن تقلل من مخاطر الإصابة بفشل القلب كشفت دراسة طبية حديثة أن جراحة خفض الوزن تقلل من خطر الإصابة بفشل القلب على المدى الطويل بما يزيد عن النصف في المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة ولا يعانون من أمراض القلب أو السكتة الدماغية وبالرغم من كون هذه الدراسة أول دليل منشور يبرهن على قدرة جراحة البدانة على منع أو الحد من حدوث مرض قصور القلب إلا أنها لا تعد الأولى من نوعها إلى محبي ارتداء الصنادل من صحيفة النهار اللبنانية احذروا ارتداء الصنادل سيئة ومضرة للقدمين حذر أطباء من الآثار السلبية الناجمة عن ارتداء الصنادل في موسم الصيف ويقول الأطباء أن ارتداءها يسبب تمدد أصابع القدمين لدرجة مفرطة كما يسبب كثيرا من الآلام خاصة إذا تم ارتداءها باستمرار صحيفة البيانة الإماراتية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم عصير الشمندر يعزز نشاط الدماغ قال خبراء أمريكيون أن شرب عصير الشمندر قبل ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن يعزز مناطق كثيرة في الدماغ ما يجعل المرأة يبدو أكثر شبابا ويقوي جهاز المناعي ويمكن لهذه النتيجة أن تساعد ما يعانون من خطر تدهور وظائف الدماغ لا سيما ما يعانون من تاريخ عائلي في الخرف اخترنا لكم مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية السعداء ينامون 7 ساعات و 6 دقائق ذكر استطلاع جديد أن السعداء ينامون 7 ساعات و 6 دقائق مع التأكيد على وجود صلة قوية بين معدل النوم والسعادة الحقيقية وأوضح التقرير أن حصول البالغين على أقل من 6 ساعات و 48 دقيقة من النوم يعني أنهم غير سعداء في علاقاتهم مع شعورهم بالقلق المستمر وختام هذه الجولة الصحفية القصيرة مشاهدين من صحيفة الغد الأردنية ودراسة زيت الزيتون يقوي الذاكرة ويحمي من مرض الاسهايمر أظهر دراسة علمية حديثة أن تناول زيت الزيتون البكر يقوي الذاكرة ويعزز القدرة على التعلم ويقلل من تشكيل لويحات أميلويد بيتا التي تسهم في الإصابة بمرض الاسهايمر وأجرى الباحثون اختبارات على فئران مصابة بالاسهايمر وقسموها إلى مجموعتين وبعد اختبار النتائج لاحظ الباحثون أن هناك اختلافات كبيرة في ظهور الخلايا العصبية والوظيفة على أدمغة الفئران التي تناولت زيت الزيتون نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا لأن للحرب إنعكاساتها الخطيرة على المجتمع تتنوع المشاريع الهادفة إلى تخفيف النتائج المترتبة على استمرارها مبادرة جوري هي أحدى المبادرات النسوية في ريف درعة التي تعمل على توصيع مشاركة المرأة في بناء المجتمع عبر ابتكارات في مجال التعليم وندوات للنساء السوريات التفاصيل مشاهدين في تقرير مراسلنا عبد الحي الأحمد قدر لهؤلاء الأطفال أن تبدأ حياتهم في بلد تصدر قوائم أخطر الأماكن في العالم عبد الرحمن يبلغ من العمر أربع سنوات لم يشاهد خلالها سوى طائرات تقصف وقذائف تنهال على مدينته في ريف درعة يقلب الأطفال ما يسمى بكتابهم التفاعلي الموضوع أمام كل واحد منهم والذي ابتكره مجموعة من النسوة أثرنا المشاركة في بناء مجتمعهن بشكل تطوعي عبر نشاطات متنوعة عبد الرحمن مثل باقي الأطفال اللي نشأوا بجو الحرب والجو الصعب اللي ببلادنا حبيت أحطوا بالروضة لأجل يتغير طريق التفكير وفعلا بعد الكتاب التفاعلي وتفاعل الطفل معه شفت الأمر كثير ناجح الكتاب التفاعلي بيضم بمحتوى عدة أمور ممكن أن الطفل يقوم فيها بحياته اليومية هي أمور أساسية وبسيطة جدا كان الهدف منها مساعدة الطفل بالاعتماد على نفسه بشكل أو بآخر إن هذا الكتاب الذي يساعد الأطفال على تدبير أمورهم الحياتية هو واحد من النشاطات المتعددة لما أطلق عليه مبادرة جوري والتي تشمل مجموعة من المعارض الفنية والندوات الحوارية للأطفال والنساء على وجه التحديد خلود عسكر هي المشرفة على عمل المبادرة حيث تسعى من خلالها إلى توسيع قاعدة مشاركة النساء في المجتمع تسليط ضوء على قضية المرأة بسبب الحمل الثقيل الملقى حاليا على عاتق المرأة فجاءت فكرة المبادرة فقررنا عمل فريق تطوعي بسيط هي عبارة عن فريق متنقل لا يوفر أي فرصة للتدريب للتطوير لإثراء التحصيل العلمي قد تتسم هذه الأعمال بالبساطة إلا أن واقع الحرب المستعرة منذ ست سنوات ونيف يدفع بجميع من يرزخ تحت حمامها إلى تقديم ما أمكن وذلك لتخفيف الكوارث المترتبة على جيل من الأطفال لا ذنب له بما يحدث من حوله طفل سوري وصارع صعوبات الحياة أملا في إعانة أسرته ومتابعة دراسته بعد ثلاث سنوات على قتل والده على ياتق الناص تابع لقوات الأسد يعيش الطفل محمد وأسرته ظروفا صعبة بعد أن بات هذا الطفل هو المعيل الوحيد لإخوته ووالدته تفاصيل قصة محمد في سياق التقرير التالي محمد الفارس طفل سوري يبلغ من العمر 12 عاما لم يكن يدرك هذا الفتى أن رياح حياته ستسير عكس ما يشتهي وعائلته حيث بات المعيل الوحيد لعائلته بعد مقتل والده برصاصة قناص تابع لنظام الأسد في حلب هنا إحدى ورشات الصناعة في مدينة الباب حيث يعمل محمد محاولا تأمين احتياجات العائلة يعيش محمد وعائلته ظروفا صعبة فهو يحاول متابعة دراسته والاستمرار في العمل أيضا وبالرغم من المخاطر والمعدات الكبيرة التي يتعامل معها إلا أن المسؤول عن الورشة أكد أنه لا يسمح لمحمد العمل على الآلات ومعدات الخراطة إنما يقوم بأعمال لا تشكل خطرا على حياته ينهي الفتى عمله عائدا إلى منزله حيث تنتظره أخته الصغيرة بات هذا الفتى يعني الكثير لها بعد رحيل والدهم هذا الولد أكبر واحد من الأيتام اسمه محمد بروح عن مدرسة ساعتين ثلاثة وبيجي على محل بدكان يشتغل بروح عن مدرسة من أجل يتعلم الكتاب والقراءة وبجي على محل يشتغل شي يفيد شي يفيد أخوته بالمستقبل في عمل في مكان في صناعة في أي شغل والحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى نعم علينا وسيترنا يعيش محمد ووالدته وإخوته في منزل جدهم بريف حلب يقضي الفتى وقته بين العمل ومتابعة دراسته يحلم أن ينهي تعليمه ويصبح أستاذا يساعد عائلته في تأمين كل احتياجاتها حمل هذا الفتى عبءا ثقيلا وهو ابن 12 عاما كل ذلك لم يكن عائقا أمام محمد الذي يصر على الاستمرار حتى تحقيق أهدافه في خبرنا الأخير كشفت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا عن تفاصيل خططها لدراسة أول كسوف كلي للشمس عبر الولايات المتحدة منذ قرن من الزمان وهذا أول كسوف كلي ستشهده الولايات المتحدة من الساحل الغربي إلى الشرقي منذ عام 1918 إذ سيمر القمر بين الشمس والأرض ليحجب وجه الشمس وليظهر غلافها الخارجي فقط في السماء وقبل ختام النشر المشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين داعش يعلن هزيمته بتفجير جامع النوري وأخبار الآن توثق المشاهد الأخيرة للتفجير قوات سوريا الديمقراطية تضيق الخناك على داعش في الرقة والشيخ محمد بن زايد يؤكد من فاريس أن الوقت قد حال لاتخاذ موقف دولي حاسم في مواجهة الإرهاب بهذا إذن مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع مشاهدين الكرام أعوذ وألتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجهة الأنباء دائما كونوا معنا موسيقى